اشهادات عالمية بدور مصر ورئيس سيسي في استقبال وخروج الرعاية الأجانب من غزة عبر معبر رفح روسيا تؤيد الرؤية المصرية في رفض تحجير الفلسطينيين وتؤكدوا أنه يدور بالسلام في المنطقة عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة السليسة مساء بتوقيت القائرة الرابعة بتوقيت الكلمة شوصة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بكم مصر على عهدها في مساندة ودعم القضية الفلسطينية فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تترك الدولة المصرية اتجاها لدعم غزة إلا وسلكت وهد عديدة تقوم بها قاهرة لتهدئة الوضع ودخول المساعدات وصولا إلى استقبال المصابين عبر معبار الرفح بالمستشفات المصرية يا جماعة جوز استشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمصار التفاودي أؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني أشهد منصق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بالدور المهم والقيادي لرئيس سيسي في فتح معبر رفح البري لخروج الرعاية الأجانب من قطاع غزة وعرب كيربي عن تقدير الولايات المتحدة للدور المهم للرئيس السيسي في هذا الشأن ونوها كيربي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدون سبق ووجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدوره في هذا الملف هذا وتواصل مصر فتح المعبر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الهائل الذي قامت به مصر في تيسير ألية خروج الأمريكيين وغيرهم من الرعاية الأجانب من غزة وقال بلينكين في تدوينة اللو عبر حسابه على منصة X أنه يتم التركيز بشدة على حل الدولتين ورفض الترحيل القصري للفلسطينيين خارج قطاع غزة أشهدت صحيفة الموندو الإسبانية بدور مصر في استقبال وخروج المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح حيث تساعد في عبور نحو سبعة ألاف أجنبي من قطاع غزة الذي يدمره القصف الإسرائيلي وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الوضع في قطاع غزة المحاصرة بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي يعتبر كارثيا وفقا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الموجودة وذكرت الصحيفة أن فتح معبر رفح أعطى الأمل لنحو مئة مصاب بجروح خطيرة ونحو ثلاثمائة وخمسة وثلاثين من مزدوجي الجنسية أيد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ما سبق وأعلنته مصر من رفضها القاطع بحل القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مؤكدا بأن ذلك يتعارض مع مصالح الفلسطينيين ومصالح المصريين بل والسلام بالمنطقة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي سلم عبدالجابر في الكويت أوضح لافروف أن بلاده سبق وطرحت مبادرات في مجلس الأمن تهدف لوقف إطلاق النار في المقام الأول وحل قضايا الإنسانية وعودة المحتجزين سابق للمصريين أن أكدوا علنا اختلافهم بشكل قاطع مع حل القضية الفلسطينية من خلال توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء ونرى أن هذا يتعارض بالفعل تماما مع مصالح الفلسطينيين والمصريين بل ومصلحة السلام في المنطقة وفيما يتعلق بالمبادرات فقد طرحنا ونواصل طرح المقترحة ذات الصلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تهدف في المقام الأول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحل القضايا الإنسانية وعودة المحتجزين وللمزيد من المتابعة ينضموا لينهاتفيا الدكتور محمد عبدالرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دكتور محمد بعد التحية إشادات دولية وإقليمية لمصر ولرئيس السيسي في إطار الجهود المبذولة من مصر في تهديئة الوضع في قطاع غزة كيف تصب هذه الإشادات في طريق التهديئة التي تقوده مصر لكل المساعي من خلال المساعي الدبلوماسية والسياسية والإنسانية أهلا بحضرتك وأهلا بأستاذ المشاهدين يعني ما يتواثر من إشادات بالدور المصري فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية والتفايد الجاري في قطاع غزة هو ما يؤكد سبق الرؤية المصرية فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية بكافة أبعادها مثل ما أكدت مصر مسبقا بأن عدم حل القضية يعني عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وعدم حل جذور القضية يعني تكرار جولات التفايد هو ما أثبتته جولة التفايد الرهنة وهو ما أكدت العديد من القوى الدولية صدق الرؤية المصرية في هذا الإطار ثم أكدت مصر مواقفها ثابتة من جولة التفايد ومن القضية الفلسطينية بأنها لا تقبل بأي حال أن تتم تصفيات القضية الفلسطينية وأن يتم تهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء أو إلى غيرها ولذلك تأتي المواقف الدولية حاليا لتتشق مع هذه الرؤية المصرية فيما يتعلق برفض التهجير وبما يتعلق بالحفاظ على وجود الفلسطينيين على أراضيهم وفيما يتعلق بالدور المصري المحواري فيما يتعلق بإدارة كافة أبعاد القضية الفلسطينية لا سيما وإن مصر قد أحسنت إدارة أوراقها السياسية والدبلوماسية فيما يتعلق بجولة التفايد الرهنة سواء فيما يتعلق بمعبر رفح أو فيما يتعلق بإخراج الأجانب ومزوج الجنسية مقابل مثلا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل وفوري ومستدام ولذلك تتواصل الجهود المصرية للتوصل إلى تهديئة رغم ما نراه من استمرار للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وأخيرها منذ قليل استهداف دوابة مجمع الشفاء الطبية بمدينة غزة فإن الجهود المصرية متواصلة تتواصل مصر مع الطرفين سواء في إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى التواصل مع القوات الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وقد نرى تكلل هذه الجهود في المستقبل القريب بالتواصل إلى ربما هدنة إنسانية تسمح بإجلاء المزيد من المصابين إلى نعم دكتور محمد مع استمرار الأوضاع وتطور الأوضاع داخل قطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي لهالينة في غزة نرى هناك حلحلة في بعض المواقف الغربية تجاه الأوضاع في غزة نتيجة للضغوط التي تمارسها مصر وجهودها الدبلوماسية أليس ذلك فرصة للبناء على هذه الجهود المصرية لتواصل لحل لهذه الأزمة؟ أصبح هناك إجماع فيما يتعلق بالمواقف الدولية بضرورة أن توقف إسرائيل جرائمها فيما يتعلق بقطاع غزة والمدنيين في قطاع غزة جرائم الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها تغيرت المواقف الغربية إلى حد كبير من التأكيد المطلق على حق إسرائيل فيما تراه حقها في الدفاع عن نفسها إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بضرورة الالتزام بما أكدته مصر مسبقا بأن لا يتحمل المدنيون تبعات أي من جوالات التفعيد ولذلك ربما نشهد بناء على هذا التغير في المواقف الدولية على النحو الذي شاهدناه في البداية من خلال المواقف الأوروبية وصولا إلى ما شاهدناه في المواقف الولايات المتحدة إلى الوصول إلى على الأقل هدنة إنسانية تحمل معها ربما بشارات بأنه يمكن البناء عليها لوقف إطلاق النار ولكن للأسف لا تزال الأمور في قطاع غزة معقدة إلى حد كبير مع استمرار الضرائم الإسرائيلية والعمليات الإسرائيلية التي ترى أنها لم تتوقف إلا بما تراه حقها في أن تحقق ترنيما لصورتها ونصرا تحاول أن تسوقه إلى الداخل الإسرائيلي نعم الأساذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك وللمزيد من المتابعين ضم إلينا من العريش زميل كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم انقل لنا الصورة لديك الآن تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين يعني منذ صباح اليوم بدأت الطائرات مرة أخرى بالتوافد على مطار العريش حيث وصل ظهر اليوم الطائرة الأولى وهي طائرة روسية محملة ب27 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وتم نقلها بعد ذلك عن طريق الشاحنات والهلال الأحمر المصري إلى المخازن هنا في مدينة العريش وبعدها بساعات وصلت أيضا طائرة كويتية ضمن الجسر الجوي الذي أقامته الدولة الكويت الشقيقة لنقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى الأشقاء في فلسطين عبر جمهورية مصر العربية وبوابة رفح المصرية وبعدها بقليل وصلت أيضا طيارة من بريطانيا محملة أيضا بعدد كبير من المستلزمات الطبية تم نقل هذه المستلزمات والإغاثات والمعونات إلى المخازن هنا في الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش ليتم نقلها بعد ذلك إلى بوابة معبر رفح المصرية منذ الأمس وحتى الآن دخل عبر بوابة معبر رفح المصرية أكثر من 120 شاحنة محملة بالمساعدات المتنوعة والمختلفة ومن أهمها المستلزمات الطبية وهناك الآن طلب داخل قطاع غزة والمصرية أيضا لشاحنات للمياه حيث وصلت نسبة المياه إلى تقريبا يعني 3% فقط من احتياجات قطاع غزة من المياه لذلك هي من الأسيات الآن لإدخال المياه لقطاع غزة وبالتوازي مع دخول المساعدات أيضا دخلت سيارات الإسعاف ونقلت جزء من المصابين والجرحة من الأشقاء في فلسطين وتم توزيعهم على المستشفيات التي تم ذكرها من قبل وهي مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد الميداني الحالات الحرجة والدقيقة والتي تحتاج إلى تدخل سريع وعمليات دقيقة تتحرك في نفس الوقت إلى المستشفيات العامة مثل العريش والشيخ زويد أما الحالات المتوسطة فمن الممكن أن تذهب إلى الشيخ زويد يعني لأنها مستشفى متحرك مستشفى ميداني متحرك أيضا بالإضافة لذلك هناك الجزء الخاص بمزدوجي الجنسية مزدوجي الجنسية وصل عدد الذين دخلوا حتى صباح اليوم إلى الأراضي المصرية أكثر من 500 من مزدوجي الجنسية واستقبلتهم السفارات وممثل السفارات هنا في مدينة العريش لا يتم إجلاءهم بعد ذلك إلى بلادهم وما زالت سيارات الإسعاف تدخل إلى بابة معبر رفح المصرية والشاحنات وأيضا السيارات والأوتوبيسات المتوقفة أمام معبر رفح لاستقبال مزدوجي الجنسية لإعادتهم مرة أخرى عن طريق بابة معبر رفح المصرية حتى منذ قليل دخل اليوم ست سيارات إسعاف من المصابين والجرحة وتم توزيع الأشقاء الفلسطينيين المصابين على المستشفيات المختلفة نعم أزميل كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة العريش شكرا جزيلا لك أكد وزير الخارجات الأمريكية أنطوني بلينكين أهمية القيام بكل شيء لحماية المدنيين من الأعمال القتالية في غزة وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب أوضح بلينكين أن واشنطن تفعل كل ما في وسعها لإعادة المحتجزين في غزة بأمان ومن المقرر أن يحضر بلينكين اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأمنية كما صرح وزير الخارجات الأمريكية أنطوني بلينكين عقب اجتماعات مع القيادات الإسرائيلية أن الولايات المتحدة واضحة في تصميمها على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في الصراع وعضف بلينكين أن واشنطن ملتزمة بردع الاعتداء من أي طرف وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قواتها في المنطقة قال بلينكين أنهم مصممون على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في هذا الصراع قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس واشترط نتنياهو إطلاق صراح أكثر من مائتين واربعين شخصا احتجزتهم الحركة خلال هجومها في السابع من أكتوبر واضف في كلمة متلفزة أن إسرائيل ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار لا يشمل عودة المحتجزين أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلق بالإدارة من أن تصبح واشنطن معزولة عالميا بسبب تحالف الرئيس الأمريكي جو بايدن الوثيق مع إسرائيل وعنقلت شبكة NBC News عن مسؤولين أمريكيين قولهما أن هناك قلقا متزيدا بين كبار المسؤولين في إدارة بايدن بشأن كيفية تنفيذ إسرائيل للحرب وأضافت أن هناك قلقا أيضا بإدارة بايدن بشأن قدر على كبح جماح إسرائيل مع تفاقم أزمة غزة الإنسانية نددت فرنسا بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والتواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لزكان غزة المدنيين وأدان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أكبر مخيمات القطاع حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حذر خبراء أمميون من أن الوقت ينفذ لمنع الإبادة الجماعية وكارثة الإنسانية في غزة معربين عن استياءهم من رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف خطة تدمير قطاع غزة المحاصر وحمل الخبراء الأمميون حلفاء إسرائيل المسؤولية مشددين على ضرورة التحرك لمنع نتائج مصاري عملها الكارثي وأكدوا أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم سكني على مجمع سكني في مخيم جباليا للاجئين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب وأشاروا إلى أن غياب الوقود وتعطيل البنية التحتية للمياه بسبب القصف المستمر على مدى ثلاثة أسابيع قد دمر إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة للسكان في غزة قال شهود عيان إن آلاف العمال من سكان غزة الذين يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة أعيدوا إلى القطاع وقال الشهود إن بعض العمال عادوا عبر معبر كرم أبو سالم شرقي معبر رفح الحدودي وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستعيد إلى غزة جميع عمال القطاع الذين عارقوا بالأراضي الإسرائيلية ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بعد ترحيل عمال فلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة على يد قوات الاحتلال محذرة من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة مقلق ويستدعي تحركا عاجلا أعلن وزير الخارجية التايلندي بارين بريباهيدا أن المواطنين التايلنديين الذين تحت جزهم حماس قد يكونون ضمن المجموعة التالية التي سيتم إطلاق صراحها وشدد وزير الخارجية التايلندي على ضرورة وقف إطلاق النار أولا في قطاع غزة تحدثت مع رئيس الوزراء والمسؤولين القطريين إنهم يعتقدون أن المواطنين التايلنديين الذين تحت جزهم حماس قد يكونون ضمن المجموعة التالية الذين سيتم إطلاق صراحهم لقد أخبرون الآن أن القتال ما زال مستمرا ويريدون من تايلندي دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا وكلما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل أسرع زادت فرص إطلاق صراح المحتجزين بشكل أسرع طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين الذين وقعا على الشعب الفلسطيني بسبب إعلان وعد بلفور وإعطائها ما لا تملك لمن لا يستحق كما دعا البرلمان العربي بريطانيا لتحمل المسئولية بإنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة وجدد البرلمان العربي وقوفه ومساندته للحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة ومنها حق العودة وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وجاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بمناسبة الذكرى المئة والستة لوعد بلفور سراع قديم متجدد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدءا وبدء منذ عام 1917 في هذا العام وعدت بريطانيا اليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض دولة فلسطين فكان وعد من لا يملك لمن لا يستحق تاريخ طويل من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعود إلى نوفمبر من عام 1917 عندما صدر وعد بيلفور الذي منحت بريطانيا بموجبه لليهود حق إقامة دولة في فلسطين ليمنح من لا يملك من لا يستحق ولتبدأ الخطوة الأولى على طريق إقامة كيان إسرائيلي على أرض فلسطين على حساب شعبها ومنذ ذلك التاريخ بدأت على الأرض فصول الصراع العربي الإسرائيلي ليخوض الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي حروبا ومواجهات دائمة كان آخر فصولها ما يحدث حاليا بعد الحرب العالمية الأولى سيطرت بريطانيا على فلسطين التي كانت تسكنها أقلية يهودية وغالبية عربية وتنامت التوترات بين كلا الجانبين بعد أن أعطى المجتمع الدولي بريطانيا مهمة تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وما بين عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي تنام عدد اليهود القادمين إلى فلسطين كما تنام أيضا العنف بين اليهود والعرب أو ضد الحكم البريطاني في المنطقة وفي عام 1947 صوتت الأمم المتحدة على قرار لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين إحداهما يهودية والثانية عربية على أن تصبح القدس مدينة دولية ووافق اليهود على هذه الخطة فيما رفضها الجانب العربي وبعد عام غادر البريطانيون دون أن يتمكنوا من حل المشكلة فأعلن اليهود تأسيس دولة إسرائيل وهو ما لاقع اعتراضا من الفلسطينيين لتندلع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي انتهت عام 1949 بانتصار إسرائيل مع تهجير 750 ألف فلسطيني وكان من نتائج الحرب تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أجزاء إسرائيل الضفة الغربية ونهر الأردن قطاع غزة خلال السنوات التالية تصاعدت التوترات في المنطقة فمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمراحل عدة بدءا من حروب عام 1948 و1967 ووصولا إلى حرب أكتوبر عام 1973 ورغم أن اتفاقية كامب ديفيد حسنت العلاقات بين إسرائيل وجيرانها إلا أن مسألة تقرير المصير والحكم الذاتي الفلسطيني ظلت دون حل لينتفض مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1987 ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما عرف بالانتفاضة الأولى وفي عام 1993 توسطت اتفاقيات أوسدو في الصراع ووضعت إطارا للفلسطينيين ليحكموا أنفسهم في الضفة الغربية وقطاع غزة كما مكنت من الاعتراف المتبادل بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية هما جاءت الانتفاضة الثانية في سبتمبر من عام 2000 واستمرت حتى عام 2005 وردا على ذلك قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية ببناء جدار عازل حول الضفة الغربية في عام 2002 وفي ديسمبر من عام 2008 شنت إسرائيل هجوما على غزة استمر 22 يوما أصفر عن استشهاد 1400 فلسطيني ومقتل 13 إسرائيلية أما في عام 2014 فشنت إسرائيل هجوما هو الأطول والأكثر دموية على قطاع غزة فيما عرف بعملية الجرف الصامد أصفر عن استشهاد 2251 فلسطينيا ومقتل 73 إسرائيلية وقد شهدت سنوات القليلة الماضية صدامات متعاقبة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس وحتى داخل المسجد الأقصى والأماكن المقدسة بسبب سياسات الاحتلال وممارسات المستوطنين وغياب أي أفق لتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا لن نرحل لن نرحل وسنبقى في أرضنا صرحت السلطات الصحية في قطاع غزة بأن العشرات ساقطوا بين شهيد ومصاب في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف تقل مصابين بجروح خطيرة وعضحت المصادر الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الفتياني المتحدث باسم الهلاسي الأحمر الفلسطيني من غزة أستاذ محمد أطلعنا على تفاصيل العدواني الأخير على مجمع الشفاء الطبي بغزة صحيح للتعدين أنا من رمال الله وليتي من غزة على حسب المصادر التي أتتنا من غرفة العمليات المتحدثية تبع الجمعية الأحمر الفلسطيني أثناء رجوع قافلة سيارات إسعاف من مهمتها في نقل الجرحة والمصابين من مستشفيات قطاع غزة إلى معبر رفح كان هناك استهداف لهذه القافلة مما أدى إلى تضرر سيارة على جميع الهلال الأحمر الفلسطيني لكن اكتبعت هذه القافلة مسيرتها إلى مستشفى الشفاء وعند وصول هذه القافلة إلى البوابة الرئيسية للمستشفى الشفاء كان هناك استهداف ثاني بحق هذه القافلة حيث أصيبت سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بشكل مباشر وأصيبت سيارة إسعاف تابعة جميع الهلال الأحمر الفلسطيني بأضرار جتيمة وإذن كان هناك العشرات من الإصابات والشهداء من المدنيين الذين كانوا متواجدين عند البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء طبعاً الاستهدافات والانتهاكات ضد التواقم الطبية لم تتوقف منذ بداية هذه الحرب كان هناك استهداف لسيارات إسعاف لتواقبنا كان هناك أربع شهداء من طواقب جميع الهلال الأحمر الفلسطيني كان هناك استهداف أمس بالرصاص المباشر باتجاه التواقب التابعة لجميع الهلال الأحمر الفلسطيني أدفاء إداء مهامة الإنسانية مستشفى القدس التالي جميع الهلال الأحمر الفلسطيني ما زال يعاني من القصف العنيس لمحيط المستشفى مما أدى إلى تضرر في بعض الأقسام وهناك كثر في نوافذ المستشفى سقوط أسقف المستشفى أهالة أحالة الهلع الذي يعيشها المرضى والنازحين والضاخم لينا النهار وأيضاً كان هناك استهداف عمارة ساكنية بالقرب من المخازن المركزية جميع الهلال الأحمر الفلسطيني مما أدى إلى تضرر هذه المخازن وخروجها عن الخدمة نعم إسرائيل من قبل كانت قد طلبت بإخلاء هذا المستشفى بالدعاء أن هناك أنفاق تحت هذا المستشفى وبرأيك أيضاً الوضع في الضفة الذي باتها مقلقاً بعد عودة العمال إلى قطاع غزة ما الذي تريده إسرائيل بالتحديد من هذه المستشفى والمرضى؟ هل من الممكن نقلهم؟ صحيح نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نحن جمعية ضمن الحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع طرفنا دولياً نتمنى بمبادئ هذه الحركة وعلى رأسها الإنسانية والحياد وعدم التحيز طلقت جمعية للهلال الأحمر الفلسطيني عدة تحذيرات وإنذارات بالإخلاء لكن كان جوابنا أننا لن نخلي المستشفى لأن عملية الإخلاء هي عملية مستحيلة في قطاع غزة ليس هناك أمكان آمن في قطاع غزة عملية الإخلاء ستعرض الكثير من الجرحى والمصابين وخاصة منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي والأجهزة داعم الحياة للخطر يمكن نتقض حياتهم عملية الإخلاء لحاجة للوجستيات كبيرة مثل سيارات الإسعاف الكبيرة أكثر من 100 سيارات إسعاف وعدد سيارات والبصات الكبيرة حيث أنه يوجد في المستشفى 14 ألف نادح وأكثر من 500 مصاب وجريح ومريض بالإضافة لأكثر من 100 من الطاقم لا يوجد مكان آمن كما أسلاف في قطاع غزة ولا يوجد مكان يكون يستعرض عنه كمستشفى حيث أن المستشفى مصمم بشكل هندسي وبشكل خاص أن يكون المستشفى فيها خطوط الأكسجين وخطوط الشفوة ومولدات الكهرباء وأيضا هناك أمور في المستشفى لا يمكن إخلاءهم مثل غرف التصوير وغرف العمليات والمختبرات لذلك لا يوجد جمعية إلى الأحمر الفلسطينة أي خال إلا أن تبقى في مكان تقدم رسالتها الإنسانية رغم المعقاط ورغم الاتحاكات ورغم القصف الكبير في محيط المستشفى لكن نحن نحاول ندوس عندنا لإكمال مهمنا الإنسانية وأيضا التواصل مع الجهات الخارجية ومع شركائنا في الصليب الأحمر والإعلال الأحمر اللجنة دولية الصليب الأحمر المؤسسات الأممية والدولية للمحاولة للضغط لإلغاء أقرار الإخلاء وإعطاء الحماية والدفاع عن هذه المؤسسات الطبية المستشفيات هي عبارة عن ملشآت طبية تقدم خدمات طبية وإصعافية إغافية للمدنيين الغزة في قطاع غزة نعم الأستاذ محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني كنت معنا من رملة شكرا جزيلا لك شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية مكثفة ومتتالية على عدة مواقع في قطاع غزة وأشارت مصادر محلية إلى أن الغارات تركزت على أطراف مخيم جباليا شمال القطاع وبيت لهيا ومخيم لبريج وسط القطاع وأحياء الزيتون وتل الهوى والكرامة في مدينة غزة هذا وقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف إلى 9227 شهيدا بينهم 3826 طفلا بحسب وزارة الصحة في غزة قال مدير الأونروا في غزة إن المنطقة فقدت الاتصال مع العديد من ملاجئ الأمم المتحدة شمال القطاع وإنهم محرمون فعليا من كل الإمدادات الإنسانية الحيوية وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة بالاعتماد على القصف جوا أو الاقتحام برا التي تعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة بسبب نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه وكان المستشفى التركي يعالج نحو عشرة ألاف من مرضى السرطان بغزة وصف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأضاع في أدفة الغربية المحتلة بأنها مثيرة للقلق وأضف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في عمليات إنفاذ القانون هناك وأضافت أن لمن لا يقل عن 132 فلسطينيا من بينهم 41 طفلا استشهدوا في الضفة الغربية منهم 124 على يد القوات الاحتلالية ونحو ثمانية على يد المستوطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن على الدول العربية والإسلامية أن تعمل لوقف الصراع في غزة وخلال خطاب له حذر نصر الله من التساعي نطاق الصراع في الشرق الأوسط وأضف نصر الله أن الجبهة اللبنانية خففت جزء كبير من القوات التي كانت ستسخر للهجوم على غزة ومركزة تستهدف هذه المواقع وما بينها تستهدف الدبابات والآليات والمسيرات والجنود أكد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي أن الصناعة هي قاترة التنمية في أية دولة وكذلك خلال استقبال الحملة لوفد من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ومن جانبي أشاد وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بإنجازات الدولة المصرية وما حققه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وجهوده الحثيثة تجاه الصناع والاستثمار ودعمه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني وذلك في دوء الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي سهمت في تيسير ورفع كفاءة الأداء أوضحت وزيرة الدولة للهجرة سوها جندي خطوات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وصرحت الوزيرة في كلمة مسجلة بأن الناخب عليه التوجه إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره الساري للتحقق من شخصيته وتأكد من كونه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين الإجراءات إجراءات بسيطة وسهلة الأول يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب منه تاني حاجة يقدم الناخب لرئيس اللجنة بطاقة رقم قومي صالحة أو غير صالحة أو لو كان معاه جواز سفر مميكا وصالح ساري الصلاحية للتحقق من شخص الناخب ومدى كونه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وكونوا مصري الجنسية وله الحق في الانتخاب تالت نقطة يحصل الناخب على بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة رابع نقطة يتوجه ببطاقة الاقتراع إلى المكان المخصص للتصويت أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة بمحافظة القليوبية وهذا استكمالا للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية قرى الريف المصري لدعم الفئة الأولى بالرعاية مع كل يوم بيمر بنشوف إنجاز جديد من مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرتها المختلفة واللي أهمها مبادرة أنت الحياة ومن بداية انطلاقها وهدفها الأول هو تحسين جودة حياة المواطنين والمشهد اللي أمام حضراتكم ده من محافظة القليوبية وتحديدا بقرية نوى مركز شبينة أناطر بتقدم في المبادرة خدمتها المختلفة على مدار 3 أيام لحوالي 40 ألف مستفيد بنستهدف ما يزيد على 40 ألف مواطن موجودين في القرية والقرى المجورة علشان يجوا ويتلقوا الخدمات الموجودة عندنا النهاردة تلقينا مواطنيين لتلقي الخدمات ما يزيد على 2000 مواطن باليوم الأول وزارة الثقافة مشتركة معنا هي ووزارة الشباب والرياضة بتقدم فقرات للأطفال توعوية طبعا بتزيد من الوعي بتاعهم سندوق مكافحة الإدمين برضو مشترك معنا فندم المخافزة عملية تسليلات كبيرة جدا للنهاردة سواء في تجهيزات المدرسة في تجهيزات الشوارع لاستقبل المبادرة بتاعت النهاردة فعليات المبادرة كتيرة ومتنوعة كالعادة وبدأت في يومها الأول بعمل امتحانات محو أمية لأكتر من 150 مستفيد وكمان سهمت في فق قرب أكتر من 150 من الأهالي من الغارمين والغارمات ده غير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وورش الحكي للأطفال لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتعرفهم بمبادرة حياة كريمة وأهمية التطوع والأعمال الخيرية سعيدا أنا أقابل الأطفال النهاردة ونتكلم عن الإنجازات اللي حصلت في القرية واللي لمسنها الأطفال من خلال مبادرة حياة كريمة قالوا هنا في مبادرة نزلة من الرئيس ربنا يخليلين ويدي الصح يا رب وطلط العمر تجيت عشان في المبادرة وقابلونا أحسن وقابلة هنا قالوا لي أن هم يعملوا للازم ويستددوا للدين اللي هو عليه عشان ربنا يسهل لهم ويعيننا كده على عرز أولادنا جيت عشان حياة كريمة بتقدم لنا خدمات شهاداتنا هو أمية الناس متشكرين دخلونا امتحنونا وساعدونا في الامتحان وبيطلعو لنا الشهادة وطبعا المبادرة مش بتغفل دايما عن الجانب الطبي اللي قدمت من خلاله عيادات متنوعة منها البطنة والعظام والنسا والتوليد وتم من خلالها الكشف على أكتر من 500 مستفيد وعلاجهم بالمجان عشان يوصل عدد المستفيدين لليوم الأول أكتر من ألفين مستفيد ده كترة شايفة شغلها وفي علاج مجانا ونشكر الرئيس كشفت الحمد لله على أولادي والعلاج الحمد لله موجود كله وما فيش أي حاجة إن شاء الله مش موجودة والحمد لله كل حاجة متوفرة هنا والكافلة الطبية اللي جاي هنا برضو جاي كافلة طبية عشرة على عشرة وناس كلها شايفة شغلها تمام مبادرة أنت الحياة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة بتقدم خدمتها المتنوعة بالمجان لكل الأهالي الأولى بالرعاية وهدفها الأول هو الإنسان البسيط عشان تكون المبادرة هي الحياة لكل من أراد الحياة نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية المرابعين التابع لمركز كافرسعة يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقفية وتتوافر صيدرية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية قفلة النهاردة 12 عيادات خصوصية كل عيادة بيكون فيها موجود الفريق الطبي الموجود من طبيب أقصائي أو استشاري التمريد الإداريين الفنيين الأمن والعمال كل ده بيبقى موجود كفريق طبي موجود في القفلة بنعد إعداد لوجستي للمكان فبنوفر الأدوية والمستلزمات اللازمة والأجهزة الطبية والعيادات كل ده بنوفره قبل ما بننزل للقرية العلاج بالمجان والكشف بالمجان من تحليل صنار لجمال الفحصات الطبية مجانا والعلاج مجانا وقبال منقطع النظير وبنشكر السيد الرئيس عفتاح السيسي لاهتمامه بمنظومة الصحة على مستوى الجمهورية نشكر فخامة الرئيس عفتاح السيسي بهذا الكفرة العظيمة اللي بيبهينا كل مرة وفي أي وقت بناء موجود وأحسن علاج وأحسن دكتر وأحسن ناس وربنا يحميك مصر ولأن تحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة أخبار المال والأعمال وشروق عماد الدين أهلا بكما صحر ويوسف أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ أليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي الخاصة بمنتجات البنزين بأنواعه الثلاثة حيث وصل سعر لتر البنزين ثمانين إلى عشر جنيهات فيما وصل سعر بنزين اثنين وتسعين إلى أحد عشر جنيهان وخمسين قرشا للتر أما سعر لتر البنزين خمسة وتسعين فبلغ اثنين عشر جنيهان وخمسين قرشا وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلية كما قررت اللجنة تثبيت السعر السولار عند ثمانية جنيهات وخمسة وعشرين قرشا للتر وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط العالمية الأيام المقبلة وسط قلة المعروض وتصعد الصراع في الشرق الأوسط مع تزايد الطلب العالمية وارتفعت الأسعار العالمية بنحو 6% منذ بدء التصعيد في المنطقة هذا وقد توقع قبراء الطاقة أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا حتى ديسمبر مما يزيد من أسعار النفط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر تدولات اليوم فقد ترجعت أسعار النفط وسط توقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكبر الدول استهلاكا للخام في العالم ترجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 98% من 100% لتصل إلى 86.1 دولار للبرميل وانخفضت أيضاً أسعار المزودة أسعار المزودة عالمياً بنسبة 2.55% لتصل إلى 92.4 دولار للتر فالمقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.1% لتسجل 3.5% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفع معدل البطالة في المغرب في الربع الثالث إلى 13.5% مقابل 11.4% خلال نفس الفترة من عام 2022 وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد العاملين بلغ مليون وستمائة وخمسة وعشرين ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة في المغرب بقي مرتفعاً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً مسجلاً 38.2% والنساء 19.8% والحاصلين على شهادة 19.8% أيضاً طباط نمو الوظائف في الولايات المتحدة بواتيرة أكثر من المتوقع في أكتوبر بما يرجع غزئياً لإضرابات في التحاد يمثل العاملين في شركة تصنيع السيارات جميل أكبر ثلاثة منها مما قلل وظائف قطاع الصناعات التحولية وأعلنت وزارة العمل الأمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي يرتفع معدل البطالة من 83% إلى 3.9% وكان اقتصاديون قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة فاو في أكتوبر إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين وأعلنت فاو أن مؤشرها الذي يتتبع السلعة الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 126 نقطة في أكتوبر انخفاضا من 121 وثلاثة من عشر في الشهر السابق وكانت قراءة أكتوبر هي الأدنى منذ مارس 2021 انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إليكم يوسف وسحر شكرا لك شروق أعلنت كوريا الشمالية تعزيز الردع العسكري لضمان أمنها في موجهة الترسانة النووية الأمريكية ووجهت بيونج يونج انتقادات لاذعة للولايات المتحدة بسبب اختبار أجرته مؤخرا لصاروخ باليستي عابر للقرات التوترات التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية لا سيما مع القلق من خروج الأحداث عن السيطرة دفعت كوريا الشمالية إلى تعزيز الردع العسكري لضمان أمنها في موجهة الترسانة النووية الأمريكية التي تستهدفها بحسب وصفها انتقادات لاذعة وجهتها بيونج يانج للولايات المتحدة بسبب اختبار أجرته مؤخرا لصاروخ باليستي عابر للقرات حيث أطلق سلاح الجو الأمريكي صاروخا من طراز مينتمان ثلاثة له قدرات نووية من قاعدة في كاليفورنيا إلا أنه جرى تفجير الصاروخ بعد رصد خلل فيه وحضر الاختبار مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية في أول زيارة لهم من نوعها منذ عام 2016 وبحسب مسؤولين عسكريين كوريين شماليين فإن فشل الاختبار الأمريكي لا ينفي تعاون سول مع واشنطن من أجل توجيه الأسلحة النووية الأمريكية إلى كوريا الشمالية وفي الوقت ذاته أعلنت بيونج يانج أنها ستواصل كعادتها نشاطها العسكرية لتعزيز الردع وضمان الأمن الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة العلاقات في شبه الجزيرة الكورية على المحك مع ازدياد وطيرة الأنشطة العسكرية مما قد يؤدي إلى صراع نووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أصدرت السلطات في نيو ديلهي أوامر بإغلاق بعض المدارس ليومين بسبب وصول مؤشر جودة الهواء إلى مستوى خطير في عدة مناطق في العاصمة الهندية وذكرت لجنة إدارة جودة الهواء بالمنطقة أن الظروفة جوية غير المواتية وزيادة المفاجئة في حوادث حرائق الحقول والرياح الشمالية الغربية التي تنقل الملوثات إلى ديلهي هي الأسباب الرئيسية للارتفاع المفاجئ في مؤشر جودة الهواء لقيا ثلاثة أشخاص مصرعهم وفقد آخرون جراء أمتار غير مسبوقة تسببت في حدوث فايدانات في مساحة شسعة من توسكانف مع دخول العاصفة كيرين إلى إيطاليا بما أدى إلى محاصرة سكان في منزلهم وإغلاق مستشفيات وذكرت سلطات الحماية المدنية الإيطالية أن المياه غمرت المستشفيات في مدينتي بيزا وموغيلو في إيطاليا فيما تعطلت خطوط القطارات والطرخ السريعة وأغلقت المدارس في جميع أنحاء توسكانف انتهت أخبرنا وهذه تذكرة بالعنوية إشهدات عالمية بدور مصر والرئيس السيسي في استقبال وخروج الرعاية الأجانب من غزة عبر معبار رفح روسيا تؤيد الرؤية المصرية في رفض تهجير الفلسطينيين وتؤكد أنه يضر بالسلام في المنطقة عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر